بيقولك قللوا الدعم عالتموين يعني ايه قللوا الدعم عالتموين اه مين اللي بيقولك انا بيقولك اه ايوه عارفت مين قارتها قارتها في ايه يا عم كل الناس عارفة قللوا الدعم عالتموين اه يعني انت روحت تصرر التموين بتاعك لقيت في حاجة اقل مثلا في الكمية يا عم احنا لما هنروح نصرف هنروح نصرف ايه بقللوا الدعم عالتموين معروفة خلاص كده فهو بيقولك نفسي عارف مين اللي بيقول لنا يعني طول عمري روح نقد كده كنا نسمى بيقولك بيقولك مين اللي بيقول ده السؤال المهم بتكلمك بجد والله مين اللي بيقول طيب الشائعة بتاعات اليومين اللي احنا فيهم دول بيقولك الليلة الدعم التمويني او تقليص الدعم التمويني ابو واحدة واحدة طرعت القصة مركز الاعلامي مشكورا نفى القصة تماما وقال يا جماعة اللي بينتشر في بعض المواقع الالكترونية او في كل مواقع الالكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي على مسألة ان الحكومة ناوية خد بالك بقى ايه تنوي تنوي او تعتزم اه انت كمان عرفت اللي بيدور في عقل الحكومة ده انت شائي جدا جدا تقليص الدعم التمويني طب ليه يا يا ما لازم نعود نسأل السؤال ده على الاول ليه يعمله كال الازمة الاقتصادية ها ايه فالمركز الاعلامي غير انه نفع هو بينفي ازاي على سبيل مثال في القصة بتاعتنا دي يتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يا جماعة فيه اي نواية فيه اي انباء فيه اي منشور فيه اي صفحة فيه اي كتاب دوري فيه اي حاجة بتقول ان انتو نويين تقلصوا الدعم على السلع التموينية او الكميات الى اخره فوزارة التموين ردت على المركز الاعلامي لا لا صحة الاعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني بالتزامن مع الازمة الاقتصادية العالمية مش بس كده بقى ده الحكومة بتقول او وزارة التموين بتقول نحن نشد على اننا منتظمين في صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات بتاعت التموين وبشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة ليه من الدعم واللي بالق قيمتها خمسين جنيه شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون اي اقتطاع او اي انتقاص بالاضافة الى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية خد بالك بقى من الحتة دي اللي هي بتتراوح ما بيقى انت عندك حزمة حماية اجتماعية استثنائية فاكرين لما اتكلمنا على القصة دي انا متذكر كويس اتكلمنا عليها تلات مرات تلات مرات طيب ايه هي الحزمة هي من 100 ل300 جنيه بيستفيد منها كام بني ادم 10 ونص مليون اسرة مش فرد اسرة مقيدة على البطاقة التموينية لحد امتى تلاتين ستة عشرين تلاتة وعشرين يعني الحزمة الاستثنائية يعني كده كده التموين ما فيش حاجة هتقرب له ولا هاقل ولا الفلوس هتقل ولا اي حاجة ده مش بس كده ده احنا حطين حزمة استثنائية مخصوص بسبب الازمة العالمية من 100 ل300 طيب مستمرة قد ايه شهر لا اتنين لا لحد تلاتين ستة عشرين تلاتة وعشرين ومنح المستفيد حرية الكاملة في انه يختار الاحتياج من السلعة التموينية اللي بيتم صرفها على البطاقة من غير اجباره على منتج او سلعة دون غيرها ولو حصل حاجة بعد اذنكو اشتكي حال عدم التزام المنفذ التمويني في صرف السلعة التموينية المخصصة طيب او طرح اي سلعة بسعر مخالف للمنصوص عليه ماشي الكلام انا هنا بقى اللي انا عايز اقول لحضرتك ايه بالعقل وبالمنطق بلد مش بس بتعمل بطاقة التموين بلد اعلنت انه بالتزامن مع الازمة الاقتصادية العالمية سوف نقوم بصرف منح اسف بصرف بصرف حماية استثنائية على بطاقة التموين من 100 ل300 وليها معاييرها وقلناها وحكيناها واتناقشنا فيها لما قلنا يا كيفها يعني الدولة الحكومة قالت ده انا هزود استثنائيا من 100 ل300 فجأة يقول لك لأ ده احنا هنقلل اصلا الدعم التمويني ازاي طيب ده الدولة ده هزوده او بالقضاء زودته ومستمرة لحد 36 بشكل استثنائي هقلله ليه هقلل للاصل وحط الزيادة الاستثنائية يعني ما واضحة واضحة